موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة ونسلط مرة أخرى الضوء على أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية عن التطورات في اليمن نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع التغيير نتو الذي جاء فيه لحج مسلحون يمطرون دورية تابعة للمقاومة بوابل من الرصاص ومقتل شخص وجرح آخر عنوان الموقع أيضا عن نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح الذي يترأس اجتماعا للجنتين الاقتصادية والسياسية إلى التطورات لمساعي السياسية الوزير الأصبح يقول حكومتنا تحظى بدعم دولي وسنذهب إلى الكويت لبحث الانسحاب وتسليم السلاح من العنوين التي جاءت تفاصيل خبر إخفاء الأمن القومي في صنعاء لموظفين في جمارك مطار صنعاء ويقول الموقع قالت مصادر خاصة بمطار صنعاء الدولي للتغيير نت إن ثلاثة من العاملين في جمرك مطار صنعاء اختفت أخبارهم منذ أكثر من 11 يوما وذلك على خلفية سفر اليهود اليمنيين إلى إسرائيل وهم يحملون نسخة من التوراة وأوضحت المصادر في حديثها للتغيير إن الأمن القومي في مطار صنعاء استدعى كلا من عمار علي مكنون قطاعي وسمير شائف ومروان الصلوي العاملين في جمرك مطار صنعاء وصالة المغادرة وعلى أجهزة السنار على خلفية خروج التوراة مع يهود اليمن إلى إسرائيل ولكنهم منذ استدعائهم إلى اليوم لم تعرف عنهم أي أخبار وأكدت المصادر أن نقابة مطار صنعاء نفت في تقرير أن تكون التوراة موجودة داخل أمتعة اليمنيين اليهود عند مغادرتهم المطار معتبرة ما يحدث معهم حالة من الحالات للإخفاء القسري نظرا لحرمان أسرهم من زيارتهم ومن الإطمئنان على صحتهم نستعرض من موقع يمن مونتر أهم ما جاء في أخباره الرئيسية ومنها الأمم المتحدة تعتزم تدريب لجان فنية بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن وفي عنوان آخر فريق طبي سوداني يعالج المصابين اليمنيين في شرورة السعودية إلى شرق البلاد وكيل محافظة شبوى يقول حصار بيحان ينذر بكارثة إنسانية وركز الموقع على التفاصيل ما كشفت مجلة الفورين أفرز عن تدريب إيران للميليشيا على غرار حزب الله اللبناني جاء في الخبر كشفت نشرة فورين أفرز الأمريكية أن برنامج تدريب وتجهيز الحوثيين في اليمن إيراني كنسخة ثانية من حزب الله في الشرق الأوسط وقالت نشرة الفورين أفرز إن السعودية ترى أن التدخل الإيراني في اليمن هو محاولة للسعي لتحويل الحوثيين إلى نسخة طبق الأصل من حزب الله اللبناني الذي تموله طهران منذ أربعة وثلاثين عاما ليصبح بذلك حزب الله الحوثي وحمل تقرير عنوانا آخر عن حزب الله الحوثي كتبه إثنان من المتخصصين في إيران والشرق الأوسط قال إن الرئيس هادي أكد هذا حين قال إنه تلقى رسالة من زعيم الحزب حسن نصر الله كتب فيها وصل مقاتلون في اليمن لتعليم الشعب اليمني جوهر الحكم ما يؤكد تورط الحزب في المعارك هناك أضاف التقرير إن الحكومة اليمنية تحدثت في وقت سابق عن العثور على وثائق بالمواقع العسكرية الحوثية المهجورة تؤكد مشاركة حزب الله في القتال التسوية التاريخية أو الضياع تحت هذا العنوان كتب محمد اليحصبي مثالا مقالا في موقع يمن مونيتر وقال فيه نحن الآن في الجولة الأولى من الصراع المشتعل في اليمن والانتصار لن يحسم على الأقل خلال عقد أو عقدين إذا استمرت رح الحرب بهذه الطريقة التي تسير عليها منذ بداية عاصفة الحزب إن تأخير الحزم وكسر شوكة القوى الانقلابية يضاعف التكلفة على المجتمع وبقية القوى الداعمة لشرعية بما في ذلك شرعية نفسها التي باتت بلا مشروع يثق به المجتمع والحرب التي أصبحت بلا أفق كما يبدو من سير المعارك منذ بداية التمرد في صعدة عام 2004 استهدف الحوثيون من ضوى تحت رايتهم ومن قدم لهم الدعم محليا وإقليميا ضرب التسوية التاريخية في اليمن القائمة على التحايش بين الزيود والشوافع والتسوية المناطقية التي تمت بين اليمن الأعلى والأسفل بعد ثورة سبتمبر عام 1962 واستغل حالة الإنهاك التي أصيبت بها الأحدة بين الشمال والجنوب بعد حرب صيف 1994 من اللحظات الأولى للانقلاب الحوثي على مخرجات الحوار الوطني وسيطرته على العاصمة ثم التمدد في بقية أجزاء البلاد فإن الحوثي كان يدرك عجزه في السيطرة على البلاد أو الاستفراد بحكمها لكنها مقامرة عرفتها اليمن عن الإمامة في مراحل التاريخ المختلفة لأن هدفه يتراوح بين غايتين تكفيه واحدة منهما إن عجز على تحقيقهما معا فهو يريد أن يصبح ممثلا لإقليم آزاء وصعوبة في ذلك أن القوى القبلية في هذا الإقليم كانت عائقا على من هم أشد منه قوة ومن هنا على القوى الوطنية في اليمن أن تستعد لما هو قادم وهو بالتأكيد سيكون مختلفا عما أليفته البلاد خلال مئة عام بل وأكثر نتحاول إلى موقع الصحوانات نطالع في صفحته الرئيسية أبرز الأخبار والعنوين وفد الحكومي يصل مأرب لتفقد أوضاعها بعد تحرير معظم مناطقها أضاف الموقع في عنوان آخر مصدر النقابي في جامعة صنعاء يؤكد استمرار الإضراب ويتوعد بالتصعيد إلى تعز مدير أم تعز العميد عبد الواحد سرحان يقود حملة أمنية ضد مرتكبي لاختلالات الأمنية إلى التطورات السياسية ركز الموقع على تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بشأن المفاوضات المرتقبة في الكويت جاء في التفاصيل أكد وزير الخارجي عبد الملك المخلافي أن الحكومة حريصة على السلام وستبذل كل جهد في سبيل إنجاح المشاورات المغبلة في الثامن عشر من إبريل والتي ستعقد في دولة الكويت وقال وزير الخارجية إن المشاورات ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن 22-16 والقرارات الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني أكد المخلافي أيضا على العمل وفقا لوثائق ونتائج مباحثات بيال السويسرية مضيفا أن الحكومة مستعدة للمشاورات المقبلة وتعمل مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية واستئناف العملية السياسية السلمية وبناء الدولة الاتحادية أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق السلام وستعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار ابتداء من العاشر من إبريل المقبل وأن فريق التشاور والمستشارين ولجنة التهدئة والتواصل في حالة اجتماع دائم من أجل الترتيب لذلك ولعمل كل ما من شأنه ضمان نجاح وقف إطلاق النار ننتقل إلى موقع الموقع نبدأ أخبار الموقع من ملف حقوق الإنسان في تاعز وزير حقوق الإنسان يقول ملف تاعز الدامي هو الأساس لحل كل قضايا اليمن عنوان الموقع أيضا ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في محافظة إب في عنوان آخر بحاح يؤكد ضرورة التوحيد الخطاب السياسي والإعلامي للدولة تناول الموقع في تفاصيل أخباره تفاصيل وصول قائد المقاومة الشعبية في تاعز حمود المخلافي وصوله إلى الرياض يقول الموقع وصل حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تاعز إلى المملكة العربية السعودية وأفادت مصادر خاصة للموقع أن الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية في محافظة تاعز وصل إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تحرك من محافظة مأرب على مدن طائرة خاصة أضافت المصادر أن الزيارة تستغرق أياما قليلة للتنسيق مع مسؤولين سعوديين بشأن تحرير تاعز نذهب إلى موقع نيوز يمن نطالع فيه أبرز الأخبار مع بدء العد التنازلي لمشاورات الكويت رئيس هادي يجدد اتهامه للحوثي وصالح باغتصاب السلطة بقوة السلاح إلى الجوف انتصارات نوعية وغير متوقعة للجيش الوطني في حسابات قادة الحوثيين في الجوف إلى جنوب البلاد الضالع قتلان من الميليشيا في اشتباكات مع المقاومة في جبهة حمك بقعطبة في الشأن الإنساني في تاعز تناول الموقع تفاصيل خبر توزيع وحدات إيوائية للمتضررين والنازحين من الحرب جاء في الخبر استكمل ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تاعز المرحلة الثانية من مشروع توزيع الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة والمتضررة في مدريات مدينة تاعز وجبل صبر تابع الموقع ووزع الائتلاف المساعدات المتمثلة في مواد الإيواء والمقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على النازحين والمتضررين في مدريات القاهرة صالة صبر الموادم مشرعة وحنان وأوضح مشرف المشروع في محافظة تاعز سليمان الصمدي أن 1500 أن 1500 من الأسر المتضررة والنازحة والواقعة ضمن الإطار الجغرافي للمدريات الأربع استفادت من المشروع وأضاف الصمدي إن الهدف الرئيس من المشروع هو المساهمة في التخفيف من معاناة النازحين وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها ننتقل إلى مصدر أونلاين جاء في الموقع أوباما يقر بسقوط ضحايا مدنيين بينهم يمنيون بهجمات الدرونز الأمريكية عنوان آخر تجدد المعارك في حزم العدين غرب مدينة إب ومقتل مسلح الحوثي وأحد المدنيين إلى محافظة تعز غرط للتحالف على مدرية الوزعية واندلاع المعارك في أيفوع شرعب ركز الموقع على تفاصيل إطلاق الميليشيا الصاروخا باليستيا إلى الجوف وورد في الخبر قال مصدر محلي إن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية بالصالح أطلقوا صاروخا باليستيا من نوع توشكا على منطقة السيل الواقعة جنوب شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف وجاء في التفاصيل أيضا أدف المصدر المحلي لموقع مصدر أونلاين بأن الصاروخ أطلق من قاعدة صاروخية في العاصمة صنعا تابع المصدر الصاروخ سقط في موقع صحراوي وخال من الأهداف المدنية أو العسكرية وأن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا مشاهدين الكرام هكذا انتهينا من الصحافة المحلية ثم الصحافة العربية ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا مستمرون معكم مشاهدين الكرام ونذهب إلى مركزة عليه الصحف العربية الصادرة في أعدادها اليوم والتي اهتمت بالشأن السياسي حيث قالت صحيفة العرب الجديد في أحد عنوينها إنقاذ التهدئة الحدودية واستعدادات لمحادثة السلام بعد الهنة قالت الصحيفة نجحت جهود مشتركة في إنقاذ عملية التهدئة على الحدود اليمنية والسعودية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعدما تحدثت مصادر قريبة من جماعة الحوثيين عن خرق لوقف إطلاق النار في منطقة حدودية تكتم عليها الطرفان ما يساهم في وقف إطلاق النار الشامل المقرر في العاشر من إبريل الحالي توضح مصادر يمنية مقربة من الحوثيين العرب الجديد أن لجان التهدئة الحدودية التي تشكلت من الحوثيين والوسطات القابلية والجانب السعودي بذلت شهودا في الأيام الماضية لاحتواء التصعيد قرب الحدود وتقول العرب الجديد إن اليمنيين ينظرون للأيام والأسابيع المقبلة باعتبارها حاسمة في مسار الحرب والسلم إذ يعتبر وقف إطلاق النار المرتقب أبرز اختبار أمام عملية السلام في ظل مؤشرات ومعطيات تدعم هذا المسار تقول الصحيفة أيضا تبرز حالة من عدم الثقة يضاف إليها التعقيدات الميدانية التي قد تؤدي إلى ترجيح المسار العسكري مجددا صحيفة البيان تابعت الأوضاع السياسية في اليمن وقالت الإنقلابيون يذعنون لمسارات التهدئة وتقول البيان أكد الإنقلابيون مشاركتهم في محادثة السلام التي ستحتضنها دولة الكويت وسلم المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ قائمة ممثليهم في اللجنة العسكرية التي ستتولى الإشراف على تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتضيف الصحيفة الحثيون كرروا شرطهم التعطلي للمحادثات وهو أن تكون بلا شروط مسبقة ويرى مراقب البيان أن مفاوضات السلام التي ستستضيفها الكويت تعد نجاحا جديدا لعمليات عاصفة الحزم التي كانت خيارا لابد منه لرغم الفئة التي خرجت على الشرعية وانقلبت على المبادرة الخليجية كما تورد الصحيفة ما أكد عليه النائب الأول برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد من أن الركائز التي سيقوم عليها الحوار بين الأطراف تتمثل في تنفيذ المبادرة الخليجية التي وضعت قبل خمسة أعوام من قبل جميع الأطراف وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 بغية عودة الأمن والاستقرار لماذا اختطف قحطان تحت هذا العنوان كتب أحمد الضحياني مقالا في العرب الجديد وقال أحمد لم يكن مجرد رجل سياسة بل أحد عباقراتها في التاريخ الحديث لليمن وأجود ما جاد به هذا الوطن تدرك حجم الرجل وثيق له السياسي في ردة فعل النظام المخلوع صالح من تصريحاته التي كانت تصيب الأخير بالهستيريا وهما تمثل بما يعرف بتصريح البيضة في 2006 حينما تحدى صالح أن يعيد سعر البيضة إلى ما كانت عليه وبالفعل لم يقدر المذكور أن يعيد سعرها إلى ما كانت عليه إذ كان قحطان يدرك أن النظام صالح يتهاوى ولم يعد في مقدوره التحكم والسيطرة وأنه غير قادر على إدارة الدولة للجميع بل أصبح مديرا لشلة منتفعين ونافذين أصبحوا خطرا على الدولة والشعب ومجرد رعاة لتقنين الفساد وصناعة الأزمات ظلت تصريح قحطان جرسا في رأس المخلوع صالح في ثورة التغيير السلمية في فبراير 2011 كانت تصريحات قحطان أشد وقعا على نظام صالح إذ كانت بمثابة المجلس الذي من خلاله تبصر حقيقة نظام صالح كونها صادرة من خبير سياسي ورجل صاحب مشروع دولة وفي الوقت نفسه كانت تعري المخلوع صالح أمام الرأي العام المحلي والدولي وفي سبتمبر 2014 حينما دشن الحوثيون والمخلوع صالح الانقلاب على الثورة والجمهورية باحتلال مؤسسات الدولة والمعسكرات في العاصمة صنعاء كان قحطان شجاعا في تصريحه انتفاشة إلى زوال وهو ما وصفه بعض قيادات الأحزاب السياسية بأنه حدث سياسي عظيم قالها قحطان انتفاشة إلى زوال وخلال عام انتشرت وطويت صفحتها طي التاريخ ثاركة خلفها ثأرا سياسيا واجتماعيا لألف سنة مقبلة فهي قتلت وشردت وهجرت وعذبت واحتقلت الآلاف من اليمنين ودمرت وهدمت وفجرت المنازل والمساجد والمؤسسات الأهلية والخاصة ونهبت أموال الشركات الخاصة ورجال الأعمال قحطان رجل يشبه سبتمبر وأكتوبر وصنع فبراير هذا السياسي المحنك يحظى باحترام عند الجميع ولذا لن نخذ لك حتى وإن خذ لك بعضهم إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت في أحد موضوعاتها شرطة عدن ترصد مكافأة للقبض على الإرهابيين تقول الصحيفة إن شرطة محافظة عدن رصدت مكافأة مالية لكل من يدل بمعلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين أمنيا من عناصر وقيادات التنظيمات الإرهابية في عدن وما جاورها كما أكدت شرطة عدن تنفيذ سلسلة من القرارات الصادرة السابقا التي تقضي بمنع حمل السلاح بدون ترخيص وبإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأعراس ومنع بيع الملابس التقليدية لما يسمى داعش القاعدة وقال مدير أمن عدن ألواء شل الشائع في بيان صحفي تلقت الخليج نسخة منه ما كان يرتكب من أعمال مخلة بالأمن في عدن ما هي إلا الأنفاس الأخيرة للمسميات الإرهابية وردة فعل أمام تنفيذ الخطط الأمنية التي أوصلتهم إلى هذه الحالة وأكد شائع استمرار الحملة الأمنية حتى القضاء الكامل على الجماعات المسلحة الإرهابية وضبط كافة معامل ومخازن السلاح ولفت إلى أن التحركات الأمنية ستمتد إلى المناطق والمدن المجاورة لمحافظة عدن ودع كافة شرائح وفئات المجتمع إلى التعاون مع السلطات الأمنية وعدم التسطر على العناصر والقيادات الإرهابية والمشتبه بهم في كل مكان للتخلص منهم والخلاص من إرهابهم وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة صحيفة الحياة اللندنية اهتمت بما يحدث في مدريات تابعة لمحافظة تاعز وعنونة الحوثيون يصاعدون في تاعز قبيل الهدنة تقول الصحيفة صعد مسلح جماعة الحوثي وقوات صالح عملياتهم العسكرية ضد المقاومة الشعبية والجيش اليمني في جبهات محافظة تاعز في محاولة للتغطية على هزائمهم المتلاحقة في جبهات مأرب والجوف وذلك قبيل أيام من الهدنة وتفيد الصحيفة أن قوات المتمردين تسعى إلى تجديد الحصار على مدينة تاعز من خلال الالتفاف على جبهة الضباب غرب المدينة واستكمال السيطرة على مناطق الوازعية لقطع الطريق الوحيدة لإمداد المقاومة والجيش في جبهة تاعز والتي تربط بين عدن لحج مرورا بالتربة وعن معارك الجوف تقول الحياة نقلا عن مصادر ميدانية قوات المقاومة والجيش واصلت الضغط على ميليشيات المتمردين غرب محافظة الجوف وقالت إنها سيطرت على إدارة أمن مدرية الغيل ومواقع أخرى في المدرية من بينها مواقع لقبائل العران واقتربت من السيطرة على منطقة العراضي حيث مركز قيادة المتمردين في المدرية إلى صحيفة الاتحاد تابعت إحدى الموضوعات وعنوانات الصحيفة الذهب الأبيض مصدر دخل دمره الحوثيون قالت الصحيفة تسبب التمرد الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح في توجيه ضربة قوية لواحد من أهم مصادر دخل المواطن والدولة والتاريخ الزراعي الذي احتفت به الدولة اليمنية على مدى عصور ألا وهو القطن اليمني تفيد الاتحاد تعد محافظة أبيان الصدر الحاضنة لهذه الشجرة التاريخية والتي كانت رمزا لهذه الدولة حيث مثل القطن اليمني مصدرا مهما ورئيسا في دخل المواطن والدولة وما تعنيه هذه النبتة من رمزية ظفرت بها اليمن بشكل عام وأبيان ولحج بشكل خاص تنقل الصحيفة عن حسين الهيثمي مدير مكتب الزراعة لمحافظة أبيان الذي قال تعرضت زراعة القطن بصورة عامة لضربة قوية نتيجة تمرد الحوثيين وأتباع صالح خاصة مع تكريسهم لمفهوم العصبوية والمناطقية وإغراق هذا البلد بالسلاح وانتشار فكرة التسلط ومن أجل تسببهم أيضا في غياب حيبة الدولة فضلا عن تدمير السدود تخريب مئات الكيلومترات من الأراضي أشار الهيثمي إلى ظهور ثقافة جديدة باتت تعرف بالربح السريع بين مزارع اليمن قال إن هذه الثقافة أدت إلى تغييره واستبدال هذا المحصول التاريخي بمحاصيل يكثر جنيها في السنة وتعود بالربح الأسرع متناسين ما له من تاريخ تتشرف به اليمن إذ يعد هذا المحصول وإنتاج بذور جديدة جيدة هو تاريخ مشرف لمزارع القطن في أبيان تقول الصحيفة هناك مشاورات مع الهلال الأحمر الإماراتي يجريها محافظ محافظة أبيان الخضر السعيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه النبتة اليمن ومرحلة ما بعد الحوثيين تحت هذا العنوان كتب سالم حميد مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال حميد الجديد في الملف اليمني أن المتغيرات العسكرية على الأرض تسارعت لصالح الشرعية وأفضت إلى انهيار الحوثيين في مختلف الجبهات فيما تأجل زحف القوات الشرعية إلى العاصمة صنعاء في انتظار قرار سياسي من حكومة الرئيس الشرعي عبد الرب منصر هادي بعد أن وصلت طلائع الجيش الوطني اليمني من محافظة مأرب إلى تخوم العاصمة صنعاء قبل أسابيع وفيما يشبه الاستسلام غير المعلن أرسل الحوثيون أكثر من وفد إلى السعودية آخرها قبل أيام إضعف الحوثيين عسكريا ودفعهم إلى القبول بالحوار وضع دول التحالف العربي أمام مهمة جديدة تتركز في تهيئة الجغرافية اليمنية للتعاطي مع المسار السياسي وإزالة العقبات الأمنية التي تشكل عائقا أمام أجهزة الحكومة الشرعية في المستقبل القريب وعلى رأسها المخاوف من البؤر الداعشية وعناصر ما يعرف بأنصار الشريعة الذين استغلوا تمدد الحوثيين وسيطروا على مساحات ومديريات في محافظتي أبيان وحضر موت على وجه التحديد وعلى خلفية هذه التطورات يبدو أن العاجلة تتدور باتجاه فتح أبواب السياسة من جديد في هذا البلد الفقير الذي أدخله الحوثيون منذ عام في نفق مظلم ولم يجنوا شيئا من وراء مغامرتهم سوى إثارة الانقسام والطائفية والزج بالمراهقين والأطفال إلى معاركهم الخاسرة وبالنسبة لمرحلة ما بعد الحوثيين وحليفهم المهوس بالزعامة والخطابة يبدو حال اليمن أفضل من سوريا وليبيا من حيث وجود خارطة طريق واضحة وهي نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي اقترحته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموجهة لخطوات الانتقال السياسي ومن ضمن نتائج مؤتمر الحوار صيغة الدستور الجديد الذي يرسم ملامح اليمن للتحادي في المستقبل وبوجهة النظر هذه والتي تحث على ضرورة استئناف العملية السلمية نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا من كشق الصحافة ونترككم في أمان الله ومع مجموعة من رسوم الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة